اشتركوا في القناة بالتزامن مع فعاليات منتدى الاتصالات العالمي نظمت هيئة تنظيم الاتصالات في مملكة البحرين على مدى اليومين السابقين مؤتمر القمة العالمية لتقنيات شبكة الجيل السادس بمشاركة العديد من دول العالم لمناقشة آخر مستجدات الجيل السادس من تقنيات الاتصالات المتنقلة مما يتيح لجميع الحضور بشكل مباشر أو عن طريق تقنية الاتصال المرئي فرصة قيمة لمشاركة المعرفة وتبادل الأفكار والتعاون بشكل وثيق لتطوير هذه التكنولوجيا الجديدة من المتوقع أن تنقل تقنية شبكات الجيل السادس إلى حقبة جديدة في عالم الاتصالات والتي سيكون لها الأثر الكبير على جميع القطاعات بداية من الرعاية الصحية والنقل وحتى التعليم والترفيه كما ستساعد التقنية المستهلكين على الاستمتاع بتجربات إلكترونية متكاملة الأركان وغير مسبوقة على شبكة الإنترنت ومن هنا يتيح مؤتمر القمة العالمية لتقنية شبكة الجيل السادس لجميع الأطراف المعنية فرصة قيمة وفريدة من نوعها لمشاركة المعرفة والرؤى وتبادل الأفكار والتعاون بشكل وثيق لتطوير هذه التكنولوجيا الجديدة الثورية تأتي استضافة مملكة البحرين لهذا المؤتمر العالمي لتأكد على مقاناتها الرائدة في عالم الاتصالات والتزامها بالبقاء دائما في طليعة مسيرة الابتكارة طبعا يعتبر هذا المؤتمر من المؤتمرات المهمة التي تستضيفها هي تنظيمة الصلاة في مملكة البحرين بالتعاون مع شركة فورم جلوبل بحكم أنها تجمع العديد من منثلي قطاع التصلاة ومتخذي الغرارات من شتها نحاء العالم اليوم عندنا خبراء من الصين إلى البرازيل المتواجدين معانا في المؤتمر بينقشون في الحلقات النقاشية والكلمات الرئيسية وهذا المؤتمر في النسخة الثانية هذه السنة للمؤتمر العالمي النسخة الأولى كانت العام الماضي بشكل مرئي فهذا أول مؤتمر يكون بشكل حضوري ضمت الحلقات النقاشية والكلمات الرئيسية خبراء من عدة دول وتمت مناقشة عدة محاورة قطت نطاقا واسعا من الموضوعات المتعلقة بتقنيات شبكة الجيل السادس لتعزيز مبادرات التحول الرقمي على جميع القطاعات فضلا عن تطوير مجالات التقانيات الحديثة حقيقة هذا المؤتمر غطى وقدم معلومات قيمة جدا خصوصا لمنظمي الاتصالات من حيث تسليط الضوء على الجهود الدولية في تقييس شبكات الجيل السادس وأيضا إيجاد الحلول للوصول إلى مواصفات موحدة لتشغيل هذه الشبكات بحلول عام 2030 طبعا المؤتمر شيق ويرسم المستقبل لشبكات الاتصالات خاصة شبكات الاتصالات الدولية الـ IMT يرسم التوجهات يرسم التوجهات البحث والابتكار في تقنية الـ 6G أو الجيل السادس نتطلع بإذن الله أن نستفيد من المؤتمر هذا وتم أطلاق مؤتمر القمة العالمية لتقنيات شبكة الجيل السادس منذ عام 2022 كفعالية افتراضية تعقد عن بعد وتجمع نخبة رفيعة المستوى من ممثلي القطاعات وصانعي السياسات من جميع أنحاء العالم لاستكشاف مسارات التطور والتقدم نحو العام 2030 ودراسة التحديات المستقبلية وها هي مملكة البحرين اليوم تستضيف هذا المؤتمر بشكل حضوري لتؤكد على دعمها بشكل وثيق لتطوير هذه التكنولوجيا الجديدة تأتي استضافة مملكة البحرين لهذا الحدث العالمي لتؤكد على ما كانتها الرائدة في عالم الاتصالات وتعزيز مبادرات التحول الرقمي على جميع القطاعات فضلا عن تطوير مجالات التقنيات الحريثة والتزامها بالبقاء دائما في طليعة مسيرة الابتكار خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون البحرين